موسيقى 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 الصين في توسيط بين سعودية وإيران كنجاح المبادرة الأمنية العامية لا والصين أكيد وجود الصين في هذا الاتفاق ورعاية الصين لهذا الاتفاق أكيد أعطته زخم كبير جدا أعطته مصداقية وموثوقية فبالتالي وجود الصين كوسيط لحل العزمات سواء هذه عودة العلاقات السعودي الإيرانية أو غيرها من الأزمات الدولية أعتقد أن الصين جهة أو دولة موثوقة بحجمها بثقلها السياسي والاقتصادي والتنموي وبالتأكيد العالمي بالتالي أنا أرى أن الدور الصيني دور يسعى إلى السلام في المنطقة وهذا نحتاج في الظرف الدولي الذي نعيشه نحتاج إلى هذه المبادرات القاتلة السعودي الإيرانية كانت عدت بمراحل عديدة ولكن الصين استطاعت بما لها من حضور دولي وفاعل وموثوق أيضا هذا مهم جدا أنها تجمع بين المملكة وإيران وتضع أسس لعودة العلاقات بين البلدين برعاية صينية هذا أكيد له تعذير جيد جدا على سمعة الصين أولا وعلى الاستقرار في منطقة الخريج ومنطقة العربية فبالتالي أكيد الصين يعني لعب الدور مهم جدا يشكر لها يعني نشكر الصين أنها قامت بهذا الأمر كنا أنها هي دولة تسعى إلى بات روح السلام والتنمية في المنطقة ولكن الصين يعني فعلا هي من خلال هذه المبادرات التي تقوم بها من أجل الأمن والسلام يعني أثبتت أنها دولة يعني سياستها تعتمد على إرساء السلام إرساء التنمية تنمية الاقتصاد وتنمية الإنسان في مقام الأول نعم تدى الآن هذه العلاقات في هذه الأيام هي يعني تستند إلى هذا الإرث التاريخ الكبير بين الصين والدول العربية المملكة من ناحية رادة العالم الإسلامي وهي الآن من دول العشرين أيضا من دول مجموعة العشرين أعتقد هناك في الكثير من المصالح المشتركة التي يعتمد عليها البلدين في تطوير علاقتهم وهذا شيء أكيد يؤدي إلى توثيق العلاقات بالشكل أكثر يعطيها زخم أكبر يعطيها مجالات أوسع أنها تتحرك باتجاه المستقبل وبالتأكيد هذا يؤكد على الدور المهم والفاعل للصين في المجتمع الدولي يعني الصين أحد الركازة الأساسية في المجتمع الدولي من خلال سواء الأمن أو الاقتصاد أو التنمية هذا يعني متوقع من دولة كالصين لا تريد هي تريد السلام للعالم تحاول قدر الإمكان أنها تكون يعني ركيزة أساسية للسلام والتنمية في العالم وهذا بالتأكيد هذا شيء دور يشكر للصين ويؤكد دور فخامة الرئيس الصيني في تحقيق السياسات والرؤى الصينية وحاول تبث روح التعاون بين دول مختلف دول العالم طبعا نحرف أن العالم يمر بطروف الآن دقيقة جدا وصعبة جدا ولكن أعتقد الصين أيضا يمكن أن تلعب دورا مهما في إرساء قواعد السلام العالمي أما بالنسبة لزيارتين فخامة الرئيس للسعودية ففي رأيكم ماذا جعل وماذا شيء أو ما خيال التقدمات جعلت فيها إلى ارتقاء بالمستوى بين البلدين أنه الرؤية عشرين ثلاثين ومبالدرة الحزام والطريق يعني متشابهتين كثيرا في أهدافها ما في رؤيهما من أجل مستقبل المجتمع الدولي ومستقبل المنطقة ومستقبل علاقات السعودية الصينية وبالتالي أكيد يعني العلاقات داما هي في تطور داما فيه هناك حراك مستمر إيجابي نرى سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو حتى التقافي نحن نعرف أنه المملكة أقرت تدريس اللغة الصينية في المدارس هذا يؤكد على عمق العلاقات بين الدولتين هناك في لغات كثيرة في العالم لم تتضمنها المناهج الدراسية ولكن الصينية دخلت في المناهج الدراسية السعودية وهذه رغبة قوية لتنمية العلاقات بين الشعبين وبين الدولتين فبالتالي هذه كل الأمور تعطي دلالات أن القيادتين في البلدين لديهما نوايا إيجابية بحيث تطوير علاقات تنميتها وأخذها إلى مراحل متقدمة جدا الآن مملكة السعودية لقد حققت منجازات كبيرة في الطريق نحو ما يسمى بي فيجين 20 and 30 رؤيت 20-30 نعم رؤيت حكومة وشعبا ففي رأيكم الصين ماذا كيف يلب دور في تعزيز هذه التعاون في إطار 2030 كما ذكرنا سابقا هناك في تشابه وتقارب كبير بين رؤية 20-30 وطريق ومبادرة الحزام والطريق شرية اللي زرتموها وهي بتنفيذ شركات صينية وهي دولة مهمة جدا أكيد ولديهم الإمكانيات ما يساعد على تحقيق هذه الرؤية من خلال الشركات الصينية الكبرى الشركات الصينية العربية يعني كبرى على مستوى العالم فبالتالي استفادة من خبراتها ومن إمكانياتها في تحقيق مشاريع الرؤية 20-30 هذا يؤكد أن العلاقات بين الدولتين والعلاقات قوية والمملكة منفتحة أنها يعني على أي دولة خاصة نمكن الصين لتنفيذ مشاريع هذه الرؤية لأنها مشاريع ضخمة منفتحة على جميع الدول من يريد أن يتعاون في تحقيق هذه الرؤية طبعا هي رؤية وطنية في المقام الأول أكيد طبعا الصين من الدول التي نعتز أنها تشارك في هذه الدنمية الصين دولة لديها سياسة متزنة لديها اقتصاد متقدم لديها قد أنه يعني الصين قادرة أنها تلعب دور في تحقيق رؤية 20-30 كبقية أقول أن نجاح تعاون في مستوى المشاريع بين الصين والسعودية يدول على نجاح التعاون بين الحزام والطريق وفيجين ورؤية 20-30 وبالتأكيد طبعا هي الحزام والطريق ورؤية 2030 هم رؤيتين مشاركتين هي أساسا رؤة تنموية ولا تقتصر على الصين فقط وعلى المملكة فقط ولكن هي ممتدة إلى سواء بالنسبة للهزام والطريق تمتد إلى كثير من الدول المملكة أيضا في محيطها سواء الحريجي أو العربي هي الرؤية 2030 تمتد تصل إلى أن هناك عندنا مبادرة في المملكة تعرفونها طالما من الرؤى هذه موجودة بهذه الإيجابية وهذه الرغبة في التنمية ولا تقتصر التنمية على الدولة نفسها ولكن تمتد إلى دول أخرى لا يكون هناك عنانية في التنمية التنمية يجب تشمل كل أنحاء العالم المملكة الصين نموذجا لإدان للتنمية الدولية الشاملة ترجمة نانسي قنقر